اشتركوا في القناة مستمرة من قبل سيدي سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه فاليوم استثمرنا في هذا العنصر البشري وترجمنا الاستثمار إلى واقع بتنفيذ مجموعة من المشاريع فلدينا اليوم مشروع المنذر الذي سبغا نتكلم عنه لدينا اليوم مشروع آخر ويتميز ببناء حمولة فضائية ستثبت على أحد الأقمار الصناعية تابع لمركز محمد بن راشد للفضاء تعنا بالأمن السبراني في الفضاء هناك جهود أخرى بالتوعية ليس فقط للمجتمع ولكن هناك توعية للمعنيين باستخدام تطبيقات الفضاء في مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق أقصى استفادة من علوم الفضاء اليوم لدينا المختبر الوضني لتحليل البيانات والصورة الفضائية الذي أنتج أكثر من 66 دراسة وهذه الدراسات تسهم في دعم صناع القرار في مختلف قطاعات الدولة لاتخاذ قرارات مدروسة وفق معلومات مستملة لحصول عليها من البيانات الفضائية وكذلك هناك أكثر من 37 فعالية تم تنفيذها خلال هذا العام إحداها تميزت فيه البحرين على سائر الدول العربية وهي استضافتها لمجلس أجل الفضاء التابع للأمم المتحدة